محمد طلبة موقف غير حياتك موقف غير حياتي مش عارف هل ينفع يتقل هنا ولا أمس يعني هنا فين في الكرسي ولا في الموقف هنا يعني لا موقف غير حياتي أنا يعني الحمد لله من فترة كبيرة يعني ما كنتش ملتزم بالصلاة والكلام ده حصل موقف قدامي واحد صاحبي توفى في حادثة هو وأسرته كلها بالكامل بحادثة عربية وكده دخلنا صلينا عليه صلاة الجنازة في الجامع من ساعتها ما بطلت الصلاة مش عارف يعني دخل هو الحمد لله في خمس سنين أو أولا أربع سنين ما بقدرش في بعض الناس بتيجي بمواقف في بعض الناس بتيجي لوحدة في بعض الناس بتيجي بمصيبة لكن يعني الحمد لله اللي انت جيت بحاجة بسيطة الحمد لله الموقف ده اللي هو يعني كنت شايفه قدامي صاحبي ده كان لسه معي من يومين ثلاثة بفيش سبحان الله حصل الموقف ده من ساعتها دخلت الجامع ما سبتوش لاني يعني ما قادرتش معلومة عن أصدقائك أصدقائي برضو حاجة مهمة عندي في حياتي يعني أنا ربنا كرمني بأصدقاء الحمد لله يعني مجانية أوه تبع التحريب أنت واحد منهم ما انتعين لا يعني رجالة زي ما بيقولون يعني لو حد مثلا في موقف ولا حاجة تلاقي كله واقف في ظهرك كله لا يعني أنا فيه صديق مشترك تتعارف هو سبب معرفتنا مش صديق واحد بس اللي احنا عرفنا ببعض هو فاتح سالم هو ما تخرش عنك والله أصدقائي بسم الله برشي الله يعني أنا أصحابي سند كده وضهر يعني أقول له أبو السابق بس برفق التليفون يا جماعة فيه كذا ما بكملش انت فينا احنا جايين صحيح وده اللي عجبني في الصحبات اللي ما بيننا وبين بعض أن ما فيش حد مستني من حد حاجة احنا ما فيش حد مستني من وراك مصلحة مستنيك تجي تقعد معها بس اه احنا نقعد ونهزر ونضحك طب إيه مش هكتح لدركتنا مثلا مخنوق مثلا من حاجة فأكلم مثلا ما انت عارف احنا منتجمع بنقعد انا بنسى اللي عندي خلص يعني قعدتنا بتنسينا اللي احنا المدايقة اللي انا فيها مثلا حياتنا يعني لأ يعني ربنا خليهم لرب يعني دول بعد عيلتي اصحابي اكيد اه اصحاب الرجالة السند يعني محمد يا طلبة ايو عيب من عيوبك عيب من عيوبي اه ما بنساش ما بنساش اه ما بتنساش اه ما بعرفش قلبك سود مش سود بس ما بنساش يعني حتى يعني انا مثلا لو حد عمل في موقف اه 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 ربنا كبير وبيسامح وكل حاجة بس انا هنا بيتعملوا بلوك مش هأزيك بس يسعدك ويبعدك عنه طب انت انا بتعمل بالمساعدت لين ما انا قلت لك عيب من عيوبك ما بيحبش ما بتحبش اللحظة دي اه لان دي بتبقى بالنسبان لان انا يعني انا انا بيحب يعني في حاجة اسمها العش والمالح لما بين الناس في مواقف كترة حصلت خسرتني اصحاب يعني لكلية ناس اصحابنا رايبين من بعض يعني كنت قرأي منهم في مواقف كترة حتوق انها تحصل منهم كده اه لكن تيجي تسأل علي عليهم دلوقتي مش مودي خالص لدركة ان حتى لما بيتكلموني ما بردش يعني المواضيع دي اصرت فيها كتير هل اللي عملوه ده يستدعي انك تقطع القطع الجامدة دي اه اه عملوه اه اه لا يعني مش عارف اقوله لك ازاي بس هما عملوا اكتر حاجة انا بحبهاش يخنوا عيشوا الملح احكيت اه مش جدعان ايوة يعني انا بص انا اشيل جيميلك فوق دماغ يعني انا اللي قدرنا اشيله فوق دماغ لكن اللي اللي احس من ناحيته انه هو اتغير علي مثلا سنة انا مشكلة انه انا حساس بزيادة يعني عندي كده الترمومتر زي ما بيقوله بيحس باللي قدامي فلو حسيت حتى بكلمة ان انت متغير مش عشان ظرف عندك انا بعرف انه ممكن يكون عندك ظرف فبتتغير اجيلك اقولك مثلا ان استاس غزة في حاجة انا امزعلك من حاجة حصلت ما بينه قبل كده كنت انت مضغوط في المسلسل بتاع حي الجمالية فاكر اه صح شوفت انا الزناتك في السؤال ازاي ده السؤال ده كان متحضر بس يعني انت اسبقت فعلا اه انا بعزك فجي تكلمتك غزة تزعلي مني في حاجة لا انا متغوط فانا عارف ان فعلا ان ايام الجمالية دي كدت ضغطة مكن لالش بالنام طبعا والدكتر واحد مكنش بالتنام انت ولا نصر ولا سند ولا نازل فلا لكن في ناس بتبقى قصد انها مترد ان انا مثلا بتبقى مرت عليك ظروف زي اي ظرف زي اي بيت مصر اي بيت في الدنيا كلها بتبقى ظروف وحشة اكيد فبرفع سمات تليفون على صاحبي شوف يا شغل يعني انا عايز اشتغل مثلا اه فما يرد يعني يرد في الاول يفتكي انه جاي من وراك مصلحة فيلاقي ان انت يعني مش عايز منه انا بوله يعني لو في حاجة لو في حاجة قبل انا موجود انا ما عنديش قزمة انا موجود يعني انا قاعد وهشتغل اي حاجة يعني انا بابا ما بقولش لا انا لازم اشتغل امثل او اي حاجة انا اشتغلت في المجال بتاعنا كل حاجة يعني كنت اشتغلت مدير انتاج اشتغلت في الاخراج اشتغلت كتابت كنت بعمل برامج وعملت كتابة مسلسلات يعني احنا مع بعضينا يعني لو عندك فرصة وديني مرة اللي بعدها ما يردش وعندنا كم من صاحبنا بقى نجوم ما بيردوش خلاص انت بالنسبة لي ما بيتش موجود حبيبي يعني هي الدنيا كده سبحان الله يعني إلا من رحمة ربي في بقى الهم الحابة الحلوين اللي احنا عارفينهم دل هم اللي بقين معنا حتى منهم انت عارف بقى نجوم بسم الله وان شاء الله ربنا كرامهم ولا حتى قعدتهم ما بتتغيرش يعني حتى قعدتهم معاك بش ربا بيتكلمك كأنا بعمل وبعمل لا عادي هو هو ربنا يهديهم امين يا رب